شكراً فخامة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس يسعدني بدايةً أن أقدم لكم خالص التهنئتي على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين وأن أعرب عن تقديري لجود السيدة ماريس بيتوزا رئيسة الدورة السابقة السيدات والسادة يأتي جمعنا هذا العام في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم ما يحتم علينا جميعاً أن نفتح نقاشاً معمقاً حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة إعلاءً للقيم السامية التي تم إنشاء المنظمة على أساسها من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولي عادل وفاعل قوابه الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل ومصر قعود مؤسس للأمم المتحدة والعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته وجامعة الدول العربية لطالما كانت لديها رؤياتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهده عالمنا فاسمحوا لي من هذا المنبر المهم أن أستعلى الترك الرؤى والمساهمات السيد الرئيس إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمي لضمان فعالية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن حيث أطلقت خطة تموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر تموحا في تاريخها الحديث وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا وحزت بدعم الشعب المصري الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع وأما على النطاق الإقليمي فقد عملنا بحكم رئاساتنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تسند إلى مقاومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا تسير قدماً نحو الاندماج وإعلاء مصالح شعوبنا وتعزيزاً لهذا التوجه فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض هي مركز الاتحاد الإفريقي لأعادة الإعمار والتنمية الذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات ولا شك أنكم جميعاً تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور إفريقي فاعل أثمر عن اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية ومن هنا وأكد على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الرعية للإرهاب تقديراً للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية تلبية لآمال شعبه وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية وارتماطاً بمبدأ الملكية الوطنية فإن دول القارة على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية وتوفير التمويل والدعم السياسي وهي أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 ومن ثم أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقرية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط مؤكداً أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القرية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان ليكون نموزجاً لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين والمؤسسات التمولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ السيد الرئيس إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل إنجاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية والمسال الأبرز في هذا الشأن هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية يفدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وإنما يعني أيضاً استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة وأن الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة بل وبدون مبالغة في تاريخ النظام الدولي كله نترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة السيد الرئيس أن اعتماد الحلول الشاملة لجزور المشكلات الدولية هو أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ينطبق ذلك على الأزمة المتدة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني يوميا من ولاية النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه فقد آن الأوام لوقفة حاسمة تعالج جزور المشكلة الليبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة وغياب الرقابة الشعبية من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي على القرار السياسي والاقتصاد في ليبيا مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة ونأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية وإن الحل السياسي في سوريا بات ضرورة ملحى لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سوريا منذ ثمانية أعوام إن مصر استرحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء كخطة ضرورية نحو التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب وبالمنطق نفسه أقول لقد آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة المتدة في اليمن من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويد الأمن القوم العربي ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي سواء في سورة تهديدات الملاحة أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة السيد الرئيس ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب فقد طلبت مصر دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب يقوم على ضرورة تصدي لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء وأكد هنا ضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات السلة وضرورة محاسبة داعم الإرهاب بالمال أو السلاح أو بتوفير الملازات الآمنة أو المنابر الإعلامية أو التورد في تسهيل انتقال وصفر الإرهابيين ومن هذا المنبر فإنني أكرر استعداد مصر بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب لتكثيف تعاونها مع دول الصديقة والأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتصدي لأديولوجيات الإرهاب وأشدد في هذا الخصوص على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 المعني بتنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي وهو القرار الصادر بناءً على مبادرة مصرية ولعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الديني وفي سياق تطرقنا لمجلس الأمن فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار لمعالجة القصور القائم في تشكيل وعملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن خاصة من خلال ضمان تحقيق التمثيل العادل والمتوازن في المجلس وارتباطاً بذلك وفيما يتعلق بقاراتنا الإفريقية فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها ووكي التبسكنا بالموقف الإفريقي الموحد القائم على توافق أزوليني وإعلان سرط مطالباً إياكم بتبني هذا الموقف العادل في إطار المفاوضات الحكومية ذات السلة السيد الرئيس إن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصل التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية وتأكيداً لحرسها على الفعل شعوب حوض النيل الشقيقة عربت مصر عن تفاهمها لشروع أسيوبيا في بناء سد النهضة رغم عدم إجرائها لدرسات وافية حول أثار هذا المشروع الضخم بما يراعي عدم الإدرار بالمصالح المائية لدول المصاب ومنها مصر بل وبادرت مصر بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في مارس 2015 والذي أطلق مفاوضات امتدت الأربع سنوات للتوصل الاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة إلا أنه ومع الأسف لم تفدي هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة وعلى الرغم من ذلك فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل الاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في أثيوبيا والسودان ومصر إن استمرار التعصر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة العامة وفي مصر خاصة فمع إقرارنا بحق أثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود وما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاطلاع بدور بناء في حس جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل الاتفاق مرد للجميع السيد الرئيس ختاما فإن رسالة مصر اليوم تأتي في شكل دعوة للسعي لتحقيق السلام دعوة للعمل لصالح الإنسانية دعوة للتعاون والتفاهم المشترك دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولي وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لكل شعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته